طبقة جديدة تعد وترتبات تطبيعية ترسم في البحر الأحمر تجعل السعودية في حالة تلاق وتواصل علني مع تل أبيب ذريعة هذه العلاقة جزيرتا تيران وصنفير حيث كشفت وسيل علام إسرائيلية عن اتفاق سري بين مصر والسعودية وأسرائيل سيجري الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي المنطقة يستهدف تمكين السعودية من فرض سيادتها الكاملة على جزيرتي تيران وصنفير قبل زمن ليس بالبعيد كانت الجزيرتين مصريتي الهواء والهوية قبل أن تنقل السيادة عليهما إلى السعودية بعد اتفاق ثنائي وذلك برغم رفض واسع من الشعب المصري كان يمكن إكمال هذا الاتفاق من دون الحاجة إلى تواصل مباشر بين إسرائيل والسعودية لكن الرياض لم تكتفي بالتنازل المصري وبالموافقة على البروتوكول الذي يخص جزيرتين بل عمدت لاحقا إلى طلب رحيل القوات المتعددة الجنسية والمراقبين الذين لا يزالون يرابطون فيهما وفق اتفاقية كام ديفيد وهو ما يستدعي بالطبع الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية ثمن هذا التحول قد يكون فتح الأجواء السعودية أمام الرحلات الإسرائيلية المتجهة نحو منطقة جنوب شرق آسيا والسماح بتنظيم رحلات جوية مباشرة من إسرائيل لنقل حجاج فلسطينيين من حامل جنسية الكيان الإسرائيلي فهل كانت السعودية تدرك أن ثمن ذلك لن يكون أقل من تطبيع علاقتها رسميا مع إسرائيل أم جرى استدراجها؟ وهل ستمضي قدما في هذا المسار انتهاءا بتوقيع اتفاق تطبيعي؟ ترجمة نانسي قنقر